ربنا سبحانه وتعالى أجابه على الرجال الصداقة المهرة الفريضة ثانيا أوجب الله تعالى على الرجال أن يعاملوا الزوجات معاملة طيبة وأن يحسنوا إليهنا وأن يتقي كل واحد منا ربه في زوجته وأن يقول لها كلاما طيبا وأن يتلطف لها في القول وأن يلين لها الكلام يختار الكلمات الطيبات ينطقي أفضل الكلمات فيهديها للزوجة لا عيب في هذا ومع هذا أوجب الله سبحانه وتعالى على الرجال حسن المعاملة للزوجات بمعنى لا يتكلم معها بالفحش ولا بالبذاء ولا بالسباب ولا بالقذف ولا باللعن لا يشتمها لا يشتم أباها لا يشتم أمها لا يسيء إلى أهلها حتى ولو كان فيهم ما فيهم المعايرة غير جائزة وأنما ينبغي أن يعاملها كما كان صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته الطاهرات الشريفات النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إذن فماذا كان يفعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه مع زوجاته كان يحسن إليهن كان في خدمتهن كان النبي يخدم نساء فكان يخصف نعلى نعم وكان يرقع ثوبه وكان يحدثهن ويضحق معهن عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام مرة حدث خلاف بينه وبين سيد عائشة رضي الله عنها فاستدعي أبا بكر حكما بينهما فضل فجاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه وحكما فيما بينهما فقال النبي لعائشة يا عائشة تكلمين أو أتكلم تفضلي تتكلمي حضرتك الأول أم أنا أتكلم فقالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقها كيف هذا بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقها فغضي بأبوها أبو بكر فلطمها على فيها أي على فمها فدمي فوها أي نزل الدم من فمها سيد عائشة أرأت هذا الموقف اختبأت يعني استخبت خلف ظهر النبي عليه السلام فقام النبي يكلم أبا بكر وقال يا أبا بكر ما أردنا منك هذا وما دعوناك لهذا دعوناك لكي تحكم بيننا ما دعوناك لتضربها ما دعوناك لتسيئ إليها يا أبا بكر ما لهذا دعوناك وما أردنا منك هذا انظروا إلى الاحتواء والله نحن الآن فعلا تنقصنا ثقافة الاحتواء الاحتواء الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين أما المعاناة الزوج يعاند والزوجة تعاند الزوج يكابر والزوجة تقف له بالمرصاد هو يقول لها كلمة وهي تكين له مع الكلمة ألف كلمة وكلمة هل هذه حياة؟ لا لا يمكن أبدا أن تكون هذه حياة الحياة الزوجة وجدت زوجها غاضبا إهدائي أنت إهدائي إهدائي حتى تسكن ثائرته وحتى يسكن غضبه إهدائي لكن وجدت زوجك غاضبا لا تغضبي مع غضبه لا تسكبي على غضبه نارا خطأ الزوج وجد زوجته غاضبة اسكن احتوي الاحتواء هذها في حضنك كلها كلمة طيبة انظر إليها نظرة المعاتبة لكن ليس في هذا الموقف بعد هذا الموقف الاحتواء مطلوب هذا الاحتواء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وعشروهن بالمعروف الرجل عليه أن يوازن أولا بين حسنات المرأة وسيئات المرأة موازنة يقول الله تعالى وعشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لعل المضرة قد تأتي منها المصرة نعم ولعل المصرة قد تأتي منها المضرة ولعل هذا الفعل الذي حزنت منه لعل فيه الخير وأنت لا تدري وربنا سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا الاحتواء مطلوب ماطلوب